ترجمة نانسي قنقر عندما نسمع كلمة الترجمة على التو نفكر في مفرادات وعبارات وأقوال ونفكر في الصعوبة وفي الغرابة وفي أسعة الحالات نفكر أيضاً في الآخر وأنا أسألكم اليوم ألا تفهمون كلامي؟ والرقم ذلك تتسألون منذ ذقيقة لماذا هي تعطينا ظهرها؟ لماذا؟ اسمي باولا سنتيان جريم وأنا مترجمة لغات وثقافات وقلوب مهمتي اليوم في أرت إكسبو دبي بمناسبة قمة اللغة العربية صعبة للغاية طلب مني أن أتحدث خلال بعض الدقائق عن الترجمة كجسر للتواصل الحضاري فكيف؟ هذا صعب جداً بنسبة لي الترجمة جسر للتواصل الثقافي ما شاء الله ولكن لحظة ألست أنت مترجماً؟ نعم، أنت مترجم ممتاز وأنت أيضاً مترجمة رائعة قل لي شيء، عندما ترجع إلى بيتك ألا تحب الاستماع إلى زوجتك وسؤالها عن ما فعلت خلال النهار؟ وأنت يا مترجمة رائعة ألا تعرفين قراءة صوت صديقتك عندما هي تتصل فيك؟ مجغولة البل في حقيقة الأمر معظمنا مترجمين، نعم المترجمين مترجمي القلوب وإذا كان هناك بيننا جسر لابد، والمهمة المهمة هي التمديد الرؤية لنصل ليس إلى الضفة المقابلة فحسب فعلينا أن نلاحظ أين بين الضفتين هناك طريق قنطرة جميل ومتين وأن تحت الجسر نهر جاري وفي الجسر أسماك وفوق رأسنا نفس السماء الترجمة جسر للتواصل الحضاري ما شاء الله يجب أن أعطرف بأنني لما قرأت هذا العنوان على التو خطرت على بالي فكرة أن أتحدث تخيلت نفسي وأنا أحدثكم عن دور بيت الحتمة في بغداد ليس فقط في نقل الكتب العلمية من اليونانية وغيرها من اللغات العجمية إلى اللغة العربية بل كنموذج لتأسيس العديد من المكتبات المتشابهة بها في أماكن عديدة من الشرق إلى الأندلس كما فكرت أنني سأحدثكم سأحدثكم عن إنجازات مدرسة طليطلة للمترجمين التي قم تراجيمتها وعلماؤها بترجمة أهم كتب الفلسفة وعلم اللاهود والطب وعلم الفلك وحتى الشترانش والغناء وأن بفضل هذه الترجمات أصبحت هذه الكتب المراجع الرئيسية للبحثين الأوروبيين في القرون الوسطى في أيامنا هذه أصبحت مدرسة طليطلة للمترجمين من أهم المعاهد في أوروبا لتعلم اللغتين العربية والعبرية وكذلك للحصول على شهادة في الترجمة التخصوصية من الإسبانية إلى العربية إن هذه بعض الأفكار التي خطرت على بالي واقتقرات عنوان الترجمة جسر للتواصل الحضاري غير أن سرعاً ما أدركت بأنني كنت أرجع إلى القديم كنت أرجع إلى وراء ومحيط الإكسبو لا يحبنا أن نرجع إلى وراء بل أن نتقدم إلى الأمام لذلك اليوم قررت أن ألقي نظرتي ليس إلى الماضي بل إلى المستقبل اليوم أحس أنني أحلم عن مستقبلنا وفي هذا الحلم أرى جسور وأرى أنهار وأرى أن نطير في السماء ونهبط في السماء فوق 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 في هذا الحلم أرى ارتقاء مكانة اللغة العربية عالمياً وأرى ترجمة كتب للكبار والصغار من وإلى اللغة العربية وأرى مجلة راقية من أجل اللغة العربية وأرى باحثات وباحفين عرب وعجم يطورون اللغة العربية لتصبح لغة حياة أرى شرقيين وخالجيين أفارقة ومغاربة يحافظون على لغتهم العربية أرى امتحان دولي لتقييم الكفاء باللغة العربية أرى مركز أبوظبي للغة العربية يلعب دوراً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية وفي هذا الحلم أرانا نحن العرب قلت العرب نحن أعتبر نفسي عربية نعمل نعمل مرفقاً بمرفق لا أسفة أعتبر هذه الترجمة حرفية من الإسبانية في هذا الحلم هي لغتي هي لغتي الأم في هذا الحلم أرانا نحن العرب نعمل يداً بيد من أجل تواجه التحديات واقترابها مع بعض بحثين عن حلول منبثقة عن الجميع ولذلك نافع للجميع ولاحظوا أنني قلت الاقتراب اقتراب التحديات وليس إيجاد الحلول ففي نهاية المطاف ألا نقف الكل في نفس الضفة الترجمة جسر للتواصل الحضاري ما شاء الله هل كنتم تعرفون أن في العاصمة الإسبانية العاصمة الإسبانية بيت اسمه البيت العربي وهل كنتم تعرفون أن في هافانا البيت العربي والاتحاد العربي في كوبا وهل كنتم تعرفون أن في الرياض البيت الكوبي وهل كنتم تعرفون أن في فنزويلا يقيم ما يزيد مليون نسمة عربية وهل كنتم تعرفون أن لدى الإماراتيين إمكانية كتابة فحص للكفاء باللغة الإسبانية هنا في دبي وهل كنتم تعرفون أن في عام 2020 تأسست أول مدرسة إسبانية رسمية في أبوظبي ولكن هذه الأمور غير كافية فلا أرى اليوم ولا أسمع اللغة الإسبانية ولا الفرنسية ولا الإيطالية بيننا أو بين المترجمين الفوريين لعل هذه اللغات ستصل إلينا قريبا وأنا بالفعل أتمنى ذلك استعدتنا للخمسين الأولى بشكل ممتاز فمن الآن فصاعدا علينا الاستعداد للخمسين المقبلة أمامنا تحديات عديدة تحديات تتطلب منا جهود وتحديات تتطلب منا أن نعمل يدا بيدا ومرفقا بمرفق وقلبا بقلب فهيا بنا لنصح من هذا الحلم كي نحققه جميعا شكرا جزيلة شكرا جزيلة لكي نعمل شكرا جزيلة شكرا جزيلة